صباح الخير والسعادة والرضا على ناس وأهل بلدنا في كل مكان في مصر صباح الخير على أهلنا الصامدين في قطاع غزة وكل أرجاء فلسطين مبارح كان اليوم الرابع للهدنة والحمد لله ما كانش اليوم الأخير لسه في فرصة لمزيد من التقاط الأنفاس فرصة لمزيد من الهدوء فرصة لحياة طبيعية اعتيادية يستحقها أهلنا في قطاع غزة كأي إنسان في الدنيا الدولة المصرية نجحت في تحركات وجهود سياسية وديبلوماسية مكثفة جدا في توصل تمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين الاتفاق الجديد بيتضمن الإفراج يوميا عن عشرة من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال في المقابل دولة الاحتلال ستفرج عن 30 من الأسرة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعني إن شاء الله في اليومين اللي جايين النهاردة وبكرة سيتم الإفراج عن 20 إسرائيلي مقابل 60 فلسطيني وده نجاح كبير جدا يا جمال طبعا أكيد يا محمد الحياة يعني إحنا بدنا نتنفس الصعوداء كده منذ بداية هذه الهدنة نتمنى بكل تأكيد أنها يعني تمتد وتبقى وقف دائم لإطلاق النار لكن بجانب طبعا فكرة تبادل الرهائن والأسرة يا محمد تعتبر بنسبة واحد لتلاتة هذا بجانب دخول كمان المساعدات الطبية والغدائية والوقود وحضر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع والحقيقة أنه تمديد الهدنة ده جي نتيجة للدور اللي لعبته الدولة المصرية في تنفيذ بنود الهدنة في الأربع تيام اللي فاته أيضا التعامل السريع مع أي عقبات كانت بتواجه الإفراج عن المحتجزين أو دخول المساعدات أيضا بجانب كمان فكرة أنه مصر كان يلعب الدور كبير جدا حتى تمتد هذه الهدنة ليومين إضافيين نكسب كبير جدا نجمانا في فكرة الهدنة عموما أنه يتم إدخال أكبر قدر من المساعدات يعني القطاع زي ما تبعنا حرب شرسة وهمجية لأكثر من خمسين يوم فكل المنظومة الصحية والغدائية انهارت بشكل كبير غير افتقاد الأمان ففرصة من الأربعة أيام اللي فاته واليومين اللي جايين أنه يكون فيه إمدادات أكتر للمساعدات الإنسانية بيحتاجها أهلنا في قطاع غزة مصر الحقيقة بتركز جهدها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح اللي استمرت بش بس الأيام اللي فاتت لكن طوال فترة العدوان من اليوم الأول ومعبر رفح مفتوح من الجانب المصر ومستمر حتى الآن بشكل مكثف ووتيرة أسرع لإدخال المساعدات وصريان الهدنة الإنسانية للمساهمة بقدر الإمكان في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشققنا الفلسطينيين داخل قطاع غزة صحيح يعني كل ده بيعتبر التكسيد حقيقي لنجاح الدبلوماسية المصرية في إدارة هذه الأزمة الأزمة اللي بيشهدها قطاع غزة وبيؤكد امتلاك مصر لمفاتيح الحل والقدرة على حشد كل الأطراف الأقليمية والدولية للدفع في اتجاه تمديد الهدنة والوصول بعد كده بإذن الله زي ما قلنا لحضراتكم لوقف شامل لإطلاق النار وزي ما تبعنا أمس تبادل الرهائن والأسرة بين قوات الاحتلال وبين المقاومة الفلسطينية وبين حماس والحقيقة يمكن وإحنا بنتبع هذه المشاهد يعني في مشاهد بنتوقف كده عندها يعني غريبة جدا وإحنا بنتشوف حتى يعني فيه عارفين خلاص فيه اتفاق لتبادل الأسرة ورهائن وخلاص يعني مفيد قوات الاحتلالية محمد عارفة أنها هتفرج عن عدد معاين من الأسرة الغريب جدا أنه قبل هذا الإفراج بيتم التعامل بشكل سيء جدا مع المفرج عنهم أو الأسمائهم مبودة ضمن قائمة التبادل وعلى جانب آخر بنشوف الرهائن اللي بتسلمهم حماس الحقيقة بنشوف حتى تعاملاتهم مع المقاومة هم بيركبوا العربيات عشان يبتدوا أن هم يتنقلوا ويروحوا للجانب الإسرائيلي شايفين طريقة التعامل عاملة إزاي ومن ضمن الحاجات الغريبة جدا كمان فكرة أننا كانت طبعنا كده رسالة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لوحدة من الرهائن المحرارين كتبت رسالة شكر لحماس أنا شفتها مبارح واستوقفتني جدا ورسالة طبعا مكتوبة باللغة العبرية وتم ترجمتها وانتشرت جدا على السوشيال ميديا مبارح بتاعت السجومانة بجد قد إيه الأصالة ونبل وأخلاق الجانب الفلسطيني زي ما بقول دايما حتى الحرب لها أخلاق ولها قواعد يعني بتعامل معهم لأنهم مدنيين يعني فكرة أن هي بتقول شكرا شكرا من أعماق قلبي وأن انتوا تعاملتوا مع بنتي كأنها ملكة وأن انتوا كنتوا اتخذوا بالكم منها وبرضو حاجة غريبة أنا استوقفتني جدا وأكيد هي كمان رسالة للعالم كله لأنه إسرائيل ودي نقطة مهمة جدا قلتها جمانة دلوقتي إسرائيل من اليوم الأول للحرب بتحاول تصدر فكرة أنه حماس منظمة إرهابية وأنه حركة المقاومة أشبه بحركة داعش يعني بيقتلوا الناس ويعذبوا الناس الرسائل دي بتدي اتجاه آخر تماما يعني بتعزز فكرة أنه حركة المقاومة هي حركة مشروعة للدفاع عن الأرض لكنها بتلتزم بأخلاق الحرب بشكل كامل بتلتزم بأخلاق طبعا الدين وأيضا أخلاقيات الحرب فكرة أنا شفت الرسالة الجميل فيها وهي بتشكر حماس بلغة طبيعية جدا ولغة فيها فعلا تشعر أن حماس أو الحركة المقاومة استضافتهم بشكل جيد جدا ووفرت لهم كافة أوهر الرعاية الصحية وغيره رسالة مهمة جدا للعالم أنه حركة المقاومة هي حركة إنسانية وأنه إحنا قادرين دايما نحن ناخد حقنا بقيم حقيقية الغرب بيتكلم عنها لكن إحنا بننفذها على الأرض برغم كمان من ده سريعا جدا أنه حتى فكرة قوات الاحتلال كانت بتؤكد دايما على الأسرى المحرارين أنه ممنوع الاحتفالات ممنوع حتى التهنئة ممنوع أنه هم تجمعات ممنوع 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 بس بنلاقي أنه إرهاء المحرارين هم اللي بيخرجوا ويشكروا أعضاء المقاومة أو حتى بيتكلموا على فكرة التعامل الإنساني فأعتقد أنه في مشاهد كتير أوي خلال هذه الحرب هنتوقف عندها الكتير أوي ومش بس إحنا العرب اللي هنتوقف عندها أعتقد العالم كله هيتوقف عندها لأنها مرة أخرى سهم بشكل كبير جدا في سقوط هذه الأقناع الغرب كان دائما ما يتحدث على أنه واحد الإنسانية وواحد حقوق الإنسان أعتقد يعني بقى واضح للجميع هل بالفعل هم يتبنوا قواعد حقوق الإنسان أو حتى الإنسانية أعتقد بقى واضح جدا لأي حال بنصبح على حضرتكم مرة تانية صباح الخير والسعادة وصباح الخير يا مصر